وأخيراً بعد فترة طويلة من إشاعات أكد فريق غوريلا ستوديوز بأن لعبة هورايزن زيرو دون رح تصدر على البي سي وتحديداً على منصة ستيم في صيف هذه السنة وأكدت سوني بأن هذا لا يعني بأنه باقي ألعابهم بتصدر على البي سي كانت هذه حالة خاصة ممكن نقول أن المحرك حقها هو نفسه حق ذلت سترانديك وبأنها جاي على البي سي تقولوا ليش لا ما نزلها ونخلي الناس يلعبونها مايكروسوفت أعلنتنا حدثها الرسمي جيمستاك واللي بيكون محل معرف جي دي سي الملغي والمثير الاهتمام أنه مخصصوا ساعة كاملة رح تكلمون فيها عن الأكس بوك سيريس إكس وأيضاً البروجيتي إكس كلاود وكيف هذين المنصتين رح يأثرون على الألعاب في المستقبل غالباً رح نسمع كثير من المعلومات التقنية حول الجهاز وإذا بغت تتابع هذا الحدث رح يكون يوم 18 مارس على منصة ميكسر الخاصة بمايكروسوفت مع خطب نتندو في توسيع استعمال شخصياتهم في مجلات متعددة الآن نتندو جالسة تشوق لتعاون جديد بينهم وبين شركة ليجو وأطلقوا فيديو تشويقي تشوق في ماريو بشكل مكعبات ليجو لكن عليها شاشة وقالوا بأنهم الإعلان هذا عن المنتج بيكون قريب لكن واشتوقوا عن هذا المكعب رح يكون مجرد مجموعة مكعبات لسلسلة ماريو ولا لعبة على سويتش تستعمل فيها هذه المكعبات لعبة الكابتن ماجد أو الكابتن سباسة الجديدة من نام كوبانداي رح تصدر على الأغلب الأجزاء واليوم أعلنوا عن طور للعبة الجديدة باسمها حلقة البطل الجديد وفكرتها تعتمد على تصميم شخصية خاصة فيك ومن بعدها تنضمي لأحد ثلاثة فرق المعروفة من مسلسل أنيمي المشهور ورح تخذ فيها طور قصة خاصة تتعرف فيه على الشخصيات من مسلسل وبنفس الوقت تقدر تتعلم مهاراتهم وتبني قصة خاصة فيك لو تقدرون تأخذوا الضربة من ضربات أبطال كابتن ماجد وش بتأخذون؟ اكتب لنا تحت بالكومنت حنا رح ناخذ ضربة مخلب النمر على حسب التسريب اللي طلع لنا لعبة توني هوكس رح ترجع لنا بجزء جديد هذه السنة والتسريب صدر من فرقة موسيقية اسمها The Death Set وهذه الفرقة كتبت في فيسبوك أنها رخصت خمس أغاني للعبة توني هوكس 2020 وطبعا بعدها مسحت الكلام هذا كله من الفيسبوك لكن بعدش بعد ما جابوا العيد عشان كده الناس قاموا يقولون لا في لعبة بتنزل حق توني هوكس 2020 وما تكلموا عنها لسه واحدة من أبرز اللعاب وأكثرها شهرة في المجال تستثمر في خدمة الاتصال المحلية لتوفر أفضل تجربة أولاين للعبة Call of Duty Black Ops و Modern Warfare و Warzone وعلنت اليوم اكتفيشن عن تلقى سفرات Call of Duty المخاصصة لمنطقة الشرق الأوسط وبالتعاون مع شركة الاتصال السعودية STC والتي تستضيف مراكز بيانات السحابة الخاصة باللعبة Call of Duty في كل من رياض وجدة ومن تجربة البعض لاحظوا فرق كبير في اللعبة شاركونا تحت بالكومنت مع تجربتكم مع الخوادق الجديدة لسلسة Call of Duty